لم يقدر الفرحة أن تكتمل بعدما تحول الشغف لحضور نهاء كأس الخليج في مدينة البصرة إلى مأساة وأتسبب حادث تدافع نحو 150 ألف مشجع عراقي تجمع منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في سقوط وفيات وإصابات رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الذي وصل إلى البصرة على الفور عقد اجتماعا مع قيادات المحافظة وتوجه بكلمة للعراقيين أعرب عن شكره لصورة مشرقة والنصعة بتمثيل العراق خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخ ومكانة بين الأمم طالبا تقديم العون والمؤازرة لكل الجهة المعنية لإظهار نهاي بطولة خليج 25 بأجمل وجه من جهتها نشدت وزارة داخل العراقي المشجعين عدم التوجه إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لتجنب التدافع حيث أكدت مصادر إغلاق بوابات الملعب بعد امتلائها بالجماهير هذا من المقرر أن يحتضن ملعب البصرة الدولي اليوم أخر مباريات بطولة كأس خليج 25 في تحدي اللقب والتي ستجمع المنتخب العراقي وضيفه العماني